شو سعر تنظيم الهجرة غير نظامية او سرية تزيد بعشرة مرات نظرا لارتفاع عدد المهاجرين في تونس ويقول انه في الفترة الاخيرة انه عدد الوسطى اللي كان الف وثلاثة وعشرين وسطى في كل فترة معنتها تلقاها صعيبة على بلاد من البلدان تلقى مستفيدين ومجرموا حرب وتلقى ناس معنتها تحقق ارباح وتدخل معنتها في الممارسات غير القانونية عدد الوسطى كان الف وثلاثة وعشرين وسيط في الهجرة غير نظامية تراجع بخمسمائة وسيط بفضل تفكيك الشبكات الاجرامية التهجيرية دونك فما عمل كبير للوحدات الامنية بمختلف تشكيلاتها في الحدود البحرية قاعدين يخدموا لتفكيك هذه الشبكات الاجرامية اللي مختصة في الهجرة سواء معنتها فيهم توين سواء الا حتى زدا من المهجرين بيدهم واللي يخدموا في المافيات لهنا السؤال تقولي انت عليش نخليه بلادنا توحل في حاجاتك في نهاك هي احنا زدا وقت اللي كانت فما وقت اللي كانت فما فترة اخرى متع نظام اخر متع حكم كانت تقريبا حسب المتابعين والسياسيين والملاحدين والمحلين السياسيين يقولك انه كان تدمير ممنهج للدولة هذي لا رأيب فيه هذي لا رأيب فيه مش بالسهل انك انت كي تجي تحب تصلح تلقى 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 الاسلاح مع انك مم هذي معروف وانا قلته في التلفزة الوطنية في نصف الاخبار 2011 مش يلوم هؤلاء جاءوا لتحتيم الدولة الوطنية استعملت نفس الالفاظ اللي ادي استعملت وعمري ما ننتظر منهم خير بحيث المشلم تاعي انا وقتيني مجي نلقى روحي في وضعك هذي قلت نستنفر الناس ونستنفر المواطنين ونستنفر الهمم مش نقعد حتى حد ما علموا لين الناس في الدينة تبحر عليها ويوالي يسيبوا فيها في الخارج ويوالي يقولولي انتي عنصري انا وعنصريتا وكا معناه يعني قالت الماكا ما مجيش بكل يعني التصرف الحمد لله انه هاكا شفت وحقيقة بالمناسبة نحب بكل اخلاص نحيي الجيش الوطني مانيش عارف انا اتنونس بلاش شنو اللي يعمل نحيي قوات الامن كما هذي اللي يعمل الحرس اللي بحاول رغم انه عندوش اردر باش يوقف هذه القضية هي قضية سياسية مش امنية يعني ما عندوش الجيش مثلا خلي يتعدم بلاش يجي لتونس بلاش شنو هي تأشيره ولا بلاش حتى بكل مدام ما عندوش الجيش الجمهوري ما عندوش اردر ما يعمل شاي لان بحرنا دونك المشكلة رغم رغم هذا كله يعني الامن بتاعنا قاعد يحافظ على كل حال على امن البلاد الان كيفاش نحاولو نقلب الوضعية طوهمتي الجمعيات اللي عندي انا طو في تونس بارك الله خيرات بارك الله وحقوق الانسان انا نأيدهم ونقولهم بارك الله فيكم لكن انتو ما تعرفوا الحكاية علاش ما تخاتبوش نظراءكم في البلد الأخرى تقولهم يا ناسر انا مظلومين يا ناسر او كانت الدولة تتحطب لا الجمعيات هما قاعدين يعمل في تحركات احتجاجية وقاعدين يتهموا السلطة بالعنصرية وقاعدين يثبتوا ويرسخوا انه بلادنا عنصرية وبالعكس معناتها يطالبوا بإيجاد حلول للمهاجرين في تونس منها الادماج منها مراكز للأطفال ليلة موجود هذي لعب ذر بجد لعب ذر بالحق سأستغر موجودين هذون أستاذ يعني يقول برا أعطيهم قطعة مش في تونس في أي بقعة هذا صديقنا لأستاذ جليل الهمي بارك الله فيه يا خولي خوذهم حط فما الجماعية عيب تونس أرض وجوء قالها بري امشي خولي قطعة أرض بعيدة على تونس وطني فيها حتى في القمراء ولا في المريخ المهم شوفها مش تبقى نشوفها أنا عام 15 ونصرت دراسة متاعي نصرتها جامعة جامعة أيها يعني كيف نحاول أنا سمتها أن نجعل الجامعة التونسية جامعة عالمية تقصد من جميع البلدان وتدرس جميع اللغات وتدرس جميع العلوم بحيث ونستقط بالناس يعني أنت عندك شفت الهجرة بتاع الطلبة لأوروبا وكذا بالملايين قلنا هذو بكين استقطوا منهم احنا جزء لبأسه بي وعطيت حتى نسبهم لا رانا معناها نكون وبالتالي ينزمنا سياسة جديدة نحن في تسعينات والألفينترا وكانت فما التوجه هذي في استقطاب طلبة أفريقة جنوب الصحراء كانوا يجيونا بأعداد كانت تزايد وكان ممكن أن هتولي خير ببرش أنا حبيتها تولي سياسة دولة منشورة بحيث قدوم الأفريقة بشكل منظم يعني ما عندي حتى إشكاهم وروفيها برشة عملة صعبة والله الحقيقة بقى ما فيه شك من هذا ليه الدولة تستفيد ماديا وعلميا زيدا وكلي تولي قطب علمي يقصدوه معناتها من عديد البوليين بوية تحل المشكلة متاع كذا إلى خير بحيث قال الرجل يعني أنا كنت نقاري في جماعة الزيتونة وقروا عندي أثارقة والله طريقة صدفة سامحني أن كنفوها معنا مسيت في بعثة دراشنية البلد الإفريقية قلت لي هبطت في المطار وشدت الصفك كما نسي كل لأن الباسبور بتاعي أخضر حتى شيء جال الرجل قال رأوا سيد الوزير ينتظرك قلت له أنا لا نظر لي غالط نراه وكذا سنأكدك نلقى زوز وزراء يستنوا فيه مش على خطر أنا شخصية لا على خطر مقرأوا عندي وسمعوا اللي أنا جاي مش جاي نستقبل أستاذهم حيث هذه حكاية الإشعاع التونسي على إفريقيا وغير إفريقيا حاجة ممكنة وما زالت ممكنة لكن اللي اللي عملناها تفسد الحكاية يعني خلتنا الزبيب وحمص كم يقولوها معناها الغث والسمين اللي جاي يقرأ الهجرة النظامية بحيث الضرر عام صحيح برك الله فيه سيد الوزير وبرك الله فيه سيد الرئيس يؤكد للعالم أن التونس لا هي دولة ممر ولا هي دولة مقر لهؤلاء ولكنها دائما تبقى مفتوحة مفتوحة معناها كما ينبغي لمن زهرها وفقا لتقاليدها ولأخلاقها ولقوانينها السارية مرحبا بهم إحنا بدلنا أنا ترتيب المواضيع متاعي كين بش نبدأ بالحرائي قلولة ليه عدا طبعتك أنت انسقت معك أنت أنت جبتت على الداخلية وعلى تصريح وزير الداخلية وأفريقت جنوب الصحراء المهجرين وقلبت الترتيب وبشيط معك وبش نربط للي بعده نحكي وكما حكيت أنت على الاستثمار في العلم وفي المدرسة توصية وفي التعليم العالي التونسي فما دراسة خرجت من المعهد أو من صندوق النقد العربي تتحدث على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفلاحة في تونس لحقيقة كيتشوف الأرقام اللي نشرتها هذه الدراسة يقول لك لا يتجاوز 0% 77% فميش استثمار تقريبا أجنبي في تونس حاولت نسئل شوية هكا من مصادر من الوزارة متاع الفلاحة يقولولي أنه فما برشا مشاكل ما تشجعش على الاستثمار رغم أنه فما دول مثلا عربية تستثمر في قطاع الفلاحة دول الخليج تستثمر مليح في قطاع الفلاحة في دول أخرى مثلا في السودان يقولولي أنه مشكلة تونس أنه القوانين متاع الاستثمار متاحها مكبلة شوية لازم ما يستثمر أجنبي إلى ما يكون معه شريك تونسي في إطار زداء ممنوع تمليك متاع الأراضي وأنا معاه منع تمليك الأراضي للأجنب هذي اللي يشك فيه ولزم لكن شوية هكا في التسويغ ينجبوا يكريوا الأراضي يستعملوها مدة هكا وليه ينجوا مدة ويرجعوا أنه متاع نستفيدوا نربحوا أحنا ويربحوا هو أحنا هما وتقعد أرض تونسية لكن زداء فما مشاكل أخرى مثلا فما فما بطبيعة فما اللوبيات والمافيات ذلك في كل القطاع فما زداء مشكل في اليد العاملة في الفلاحة في تونس مش موجودة بالقدر الكيفي وهنا نشوفه معنا توصلنا في بعض الأوقات أنه معتها الزيتون يقعد في الشجرة معتها ما يتجمعش بسبب قلت اليد العاملة وإلا أحيانا بأسعار زهيدة يلتجوا إلى المهاجرين غير النظاميين في تونس شنو رأيك في عدم الاستثمار في الفلاحة كما يجب أولا معناها باش نشوفه راه الاستثمار سواء كان عربي أو غير عربي يعني هو دائما معناها المال يولد المال إذا لم يكن استثمارا مربحا أو وجد أن الاستثمار يكون مربحا في بلد آخر فهو يهاجر دون ضغينة حيث المال يحب على المال يحب على الربح إذا كان ما يلقاش عندك الربح هذه الحاجة الأولى بكل الحاجة الثانية إذا كان مناخك العام كما تقول معناها مناخ العام سيء وهو سيء فعلا روح حتى أحد ما يجيك مناخ الاستثمار مناخ السياسي مناخ الاجتماعي التوترات الأستقرار ما فيه شك معناها الاستفرات بالحكم كل هذا يعني بحيث مثلا مش عجم يعني يقول كل ظاهرة اجتماعية ظاهرة متكاملة الأبعاد شاملة فيها كل شيء الحاجة ربما اللي ينبغي أن نلفت إليها النظر هي أن معناها البلاد العربية دواجا نعم معناها كما أي رأس مال آخر موكش على خطرك عربي ومسلم نجيك يعطي لتركيا لأنه يعرف أن العائد من تركيا أولا مضمون وحتى بتاعنا مضمون لحقيقة ولكن الاستثمار بسيط ثم حوجة لماذا بي نقولها اللي غالب مرة قال لي هما ذكرها تاقير معناها نجد العاملة وكذا يعني نحن ما نشكوه أخشارها مجبتهاش مجد يعني معنا مش نوليش كأني كل حاجة بجد من حاجة اللي كنت نعملها معاسي مصفى الفيلالي الله يرحمه وحقيقة أنه بدين الخدمة وإلى آخره هي المنظمة العربية لأخلاقيات العمل احنو شعوب لا تعمل أو على الأقل تقدير لا تعمل بالطاقة الكافية الله غالب الموت سبقه الله يرحمه سيدي مصفى معنا عامل كتاب خارق العادة على العمل في كذا وتفهمنا وعمل المنظمة واندرشنوه وكذا ولكن بعد فما نقطة أخرى مهمة في الاستثمار في مجال الفلاحة أو غيره من المجالات عنا مشكلة زداء احنا راو في الاستثمار أو في بعث المشاريع بالنسبة للأجانب عنا مشكلة بيروقراتية المغرب تسهلك تنحيلك معنة الإجراءات والوراق والمشي والجاي وهذا الكل تسهلك احنا نتع أرجع غدوة ينجم ساحب مشروع غنطابل بشي يستثمر وبشي يشغل يدعام له ينجم يقعد عام ونصه هو مش يجاي على الوزارات وعالإدارات وما ينجم مش يعمل حد شي لأنه يتعطي البيروقراتين فما نقطة أخرى زداء مهمة جدا من خلال معتق التلاعي ومحاولتي أني نفهم أنه الصناعات يمشيوا للصناعات الملوثة بش ما يلوثوش بلدينهم ويخليوا الفلاحة الفلاحة في بلدينهم يستثمرون أما الصناعات الملوثة يستحفظوا على بلدينهم ويجيوا لتونس هذا أنا ملاحظة شوف لا ريبة فيه أنا من غدوش شعين الشمس مثلا طاقة شمسية تقول انتباهي وكذا لكن يعني هل قمنا بدراسات أنا خاطر أنا ما نعرفش وقالي ما نعرفش نسأل زملائي الجامعة اللي يعرفوا يعني ليش يميش سندرة يعني ماذا يكلفك هذا الأكل الشي اسمه من الآلات اللي يستعملوها الأخير ماذا يكلفك حكاية البحرر يعني ترد بمال البحرر وتستعملوها ماذا يكلفك من حيث الشي اسمه هي الطبيعة ومن حيث الإيكولوجي يعني إلى خليه حيث مكلفة صحيح بوجه عام يعني على قدر ما يفكر الغرب في مصالحه ومن حقه أن يفكر في مصالحه على قدر ما ينبغي علينا أن نفكر في مصالحنا وأن نسخر طاقاتنا العالمة والإدارية لأنه راه الإدارة وتقول يمشي وارجع إلى آخر الإدارة راه ما يعرف حد شيء أنا مانيش إدارة لك نخدمت كمان في ديواني للوزارة شوية ونعرف الإدارة ما عندوش ما يسمح له عمره ما يعملها لحيث إذا كان أنت ما تسهلش القوانين ما تيسرش الإجراءات الإدارة راه ما عنده ما يعمل هذا يعليش نقول أنا نرجع ونمشي ونقول المسألة هي في نهاية الأمر ما نحب نستعمل الكلمة على العالم يعني الحكم الرشيد والحكم السياسي الرشيد اللي يسر دون أن يعسر هو طبعا أي حاجة مربوطة بالقرار السياسي منجموش نحكيه على بيروقرتين هذا يعليش قرار سياسي أو منجموش نحكيه على رقمنا من غير ما يكون قرار سياسي نسمى حتى إشكالها توت سويت نمشي وفاصل مع الإشهار ثم نواصل شامس موسيقى 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 إذا كان ثبت تورط خاطر عام ناول لجنة مجبهة الكوارث والحماية المدنية أكدوا أنه عدد من الحرق كانت طبيعي وعدد آخر كانت بفعل فعل وكانت فهم حتى إيقافات وبطاقات إداع كيفاش ينجم مواطن تونسي مهما كان تفكيره ومهما كان إديولوجيته ومهما كان انتماءه كيفاش ينجم يشعل حريقة نجم تموت فيها ناس وحيوانات وأرزاق وهكتارات في غابات اللي تقعد سنوات وسنوات مشتعود تنبت مرة أخر بارك الله فيك نضم صوتي لصوتك معناها من نظامنا ومع أهلنا مساكين اللي يتعذبوا وخاصة مع رجال الأمن والمطافة والأخير حقيقة عذاب الدنيا ومهوش أمور بسيطة ممكانياتنا محدودة معناش طيارات هذاك علاش رغم الإمكانيات المحدودة نعمل ما نستطيعه أن نفعله لإنقاذ المواطن لإنقاذ البلاد لإنقاذ الطبيعة من سيئات الإنسان هذا من ناحية سيئات الإنسان أو مصادفة الطبيعة أنا هنا وقت اللي نقوله أحنا حلو تحقيق أو شيء من هذا القول من هذا القبيل الحب نقوله أنا بالله ما عاش نقولهم الحكاية هذه بجد معناها هذه علاش نقولهم ما عاش نقولهم لأنه ديما ذكر البديهيات يعين على تدفيه المسائل بالطبيعة معناها أن وزيرة التجهيز ما اشتحل تحقيق على جسر بن زرد بطبيعة الأمر وخاصة أنك تسمع أنه أذن سيادة الرئيس وأذنة السيدة رئيس ذلك في الأخبار أنا كنت جاي نسمع فيكم أنا سيدة رئيسة الحكومة سيدة بارك الله فيهم رأوا هذين من أباجديات عمل الدولة مش لازم تذكروا أصلا يعني هذين يرجعنا إلى معناها تقاليد سيئة عاشت عليها الدولة التونسية هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية المواطن الآن بوجه نعم اللي يرضى بشيحرق على افترار أنه موجود لأنه هذا سيثبته التحقيق أما هذا اللي قالت الشيس من المطاع الحرائق أنه ثم تزامن يعني ربما يدفع إلى شك أنه ثمت أثم ثمت آثم في الحكاية هذه أو آثمون لابد لنا من أن نميط في بيجة في وشتيتة في القسرين في سليينة في ملولة في برشة من مناطق حتى في تونس العاصمة معناها الهناي معناها في شطرانة عديد الحرائق والحرائق الحريقة الكبيرة اللي صارت البرح في الجسر بنزرت وحالة الهلع ونشوفوا مليح وقت اللي معناها تم اتفاق الحريق معناها مئات المواطنين اللي تعديوا على الجسر لقذاء مصالحهم دونكل هنا فما ريبة فما خوف فما ريبة لكن المشلسين حاول أيضا أن ننفذ إلى الله في شك ثم تونس تشكو يعني خليني نقول أنا خلال نفساني عام اللي نسموه العلم النفس الجمعي نحن في حاجة فعلا وكنت دعوت إلى هذا وقدمت في تقرير الباجر الله يرحمه يا سلباج راية تونس بيرلا بوصل حقيقة أنا غالب ما استجبت يعني كأني أنا بجد منه يعني ثم خلال نفسي بيجي قد السبسي في وقت ما تحالف معه لا مهمش بالنسبة لي أنا رئيس الدولة بالنسبة ليك مؤسس وقتلي نادالي ما شيتلوش أنا نادالي وقالش نوراية قتله ها هو شمش تعمل وراه ما فيش حتى مصروف اجمع علماء النفس في الكليات اجمع علماء النفس لبسيكياتر وكذا وقلهم يا ودي شنحوال اللام التونيزيان شنحوالها وعلم الاجتماع زيادا وعلماء الاجتماع إلى خير بحيث ماش حاشة فريماري حتى الفلسف يلزمها حتى الفلسف ينجمعون ساسراريان الفلسف كيفاش شفت كيفاه معانا هذي قاعد يستفعل يعني أنت قتل تشوف سوء الأدب في الشرع وقتل تشوف البركاجات وقتل تشوف يعني ظواهر ربما كانت موجودة وموجودة في جميع الحياة العالم باش من نبتنو على الله ولكن بنسب نقوله خلينا نقوله احنا معقولة يعني عادية أن واحد في المياه كذلك هذي ولدت أمور عما أخر هذي اللي ربما أدى بناء إلى أن فقدنا الحس الوطني هذي شمعنها ورابا نقول لك أنا قتل تاخذ عاصل أنوار الإشكال كان على المدرسة هل نرب الإنسان أم نرب المواطن يقول مونتسكي جونسوي فرنسي كو بارازار مجسوي أومني السرمان لست فرنسيا إلا عن وجه الصدفة أما أني إنسان فهذا على الوجه الضرورة وبالتالي ورب الإنسان يقول له الاثنين أن أورب الإنسان وأورب المواطن والخلاف الكبير اللي يقع أين الوطن ثم اللي يقولك الوطن حيث كنتوا حرا اليوم التواسع يشعرون بالقاهر في وطنهم وبالتالي لن تستغرب منهم شيئا نحن نحن نقول من كل شعور بالقاهر كل شعور بالعنف يسلطوا على التونسيين لابد له أن يولد أحاسيس لاعقلية عباثية سلبية من هذا النوع هو حتى بنخلدون برغم ما أنت عديد المقولات اللي اشتهر بيها من أكثر المقولات اللي دي ما يرددها أستاذ مصفى عطي أنه الشعوب المقهورة تسوق أخلاقها حتى في التربية ونحن في عصر بالحق أنه فما مشكل في الأخلاق فما أزمة متع قيم ومبادئ وأخلاق لما مشكل فهمتع العصر ولكن متعنا أحنا زادنا عليه شوية يعني زادنا عليه شوية بحكم هذه الظروف التي نمر بها ما هو زاد عليش لو هذو ميجيوك ناس يقول لك يخافوا ربي والناس صوتتلهم ماذا بهم يقطعوا مع الفساد ماذا بهم كذا فإذا بهم يعني يلقاهم أنه محتقرهم وأنه مكذبوا عليهم من الأخير يجي ناس أخرى يقول لك أنا إيدي نظيفة وكذا ومعندي شيئا سوابك صحيح حتى حد ما يمكن مثلا بصراح ما يمكن يسيء الظن بنوايا السيد الرئيس الجمهورية هو بحقا يعني اتبقينا الكفاءة أين هي هذه المشكلة يعني عدم الكفاءة يعني مش مستنس مش بصائة الأمور مش سير دولة وخاصة دولة متأزمة يعني في وضع صعب اقتصاديا من كل الوجوه هذا يعليش الحل يبقى سياسي ونسميه أنا استعادة اللحمة الوطنية الوحدة الوطنية اللي عشنا عليها واللي ما زلنا ننتظر منها شيء كثير سياسي أستاذنا مشكل الأخلاق ومشكل بخلاف السلطة بخلاف الكفاءة من عدمها وإلا اختيار الكفاءات وإلا بالمحابات وغيره بخلاف المشكلة هذه اللي عندها تول سنوات مستفحلة في بلادنا فما أزمة أخلاقية حتى مع الأجيال اللي طلعت أجيال الجديدة فما مشكلة في المدرسة فما مشكلة في التربية فما مشكلة في التعليم فما مشاكل حقيقية جذرية نشوفوا البلدان التربية والتعليم كيفاش ما تتعاطم على الأطفال المتاحة كيفاش البناء يكون من لوطة بالكل مع تمام ثلاثة أربعة سنوات تبدأ من مرحلة الروضة وبعد مرورا بالابتدائي والثانوي وغيره دونك الهنا عنا أجيال ما همش الكل بطبيعة من عمام شمع عنا أجيال لحقيقة تمست في أخلاقها وما بدأها وإيمانها بالعلم وبالدراسة وبالمصعد الاجتماعي ما نلوموهمش لأنهم يشوفوا كيفاش الوضع ينجم يقرأ يتحصل على الشهدة الجميعية ينجم يتحصل حتى على الدكتورارة وينجم يلقاش خدمة بخونت خغيره ما قراش بالواسطة بالمعارف عنده شكون يدخلوا للوظيفة العمومية ويقعد ما يخدمش ويتلقى أجر موجود ولا مش موجود كيفاش أنت تحب لهنا ترسي معنتها كيفاش النجم تحكي على العدالة في مجتمع هذه الممارسات عندك جملة رائعة في الميزيرابل بتاع فيكتوريغو نخدموا به يعني شكيم عادي يقول فيها فيكتوريغو إنك لن تحمل شعبا على أن يسمو بموثوله أخلاقه كذا ما حكمت عليه أن يعيش في أرض للعمر في أرض الحياة يعني أوضاعنا الحقيقية هي التي تنحكس على أخلاقنا ما فيهاش ثم حاجة أخرى راهو الوضع السياسي المطلوب من السياسي مش أنه يحل كل المشاكل راهو من الجم مش حتى حد ما يجب كذلك ربي هذاك لكن حلهم بشوي بشوي المشكلة كيف تعطي الأمل في أن المشاكل ستحل كيف تفتح آفاق راهو البطل ليس الذي بيده عصان سحرية يفضل بها المشاكل وإنما هو الذي يحفز الإرادات يحفز الضمائر على أن تصبو إلى الخير هذا وكيف يبدأ في يده السلطة يختار الكفاءات والآيدي النظيفة والناس معناتها لعندها خبرة وعندها تاريخ أنت جبدت القيم حقيقة يعني تأثرته كثيرا سيد الشيد السفر الله يرحمه ما عنديش بها رجل أمه وخوية معنا ولكن بو رجل دولة الله يرحمه وقت اللي توفى الله يرحمه كان واجب الدولة تنسي أن تؤبينه على نحو الذي تراه صالحا صحيح سيد الرئيس البرة كان منتنا الممكن أنه يبعث سيد الرئيس الوزراء وتؤبينه باسم رئيس الدولة بالله شوف أنا الغالب أنا محشت لنقرأ في الابتداء ولتون نعرف عنا يوم يوم العلم احتفال وطني بيوم العلم ربما خير من أي احتفال وين هو يوم العلم شكون يلذر في قيم الوطن وانت جبت على رشيد سفر الله يرحمه الله يرحمه أنا ما نعرفوش لا أنا نعرف لا أنا نعرف أي ما نقرأ من خلال تدوينات الناس اللي تعرفوا والناس اللي خدمت معاه يقول لك راهوا حتى كيسافر في مهمة رسمية للدولة راهوا اللي يفضلوا من مصروف السفر يرجع الكسمة على الدولة نعرف ناس من هذه أنت تعرف مع تأخلاق قيم هذا السيد شوف كيف إذا كان ثمة واحد تقول ما نعرفوش ما كانش ساحبي معنا أما نعرف كيفاش يخدم ونعرف الناس اللي خدمت معاه حقيقة إذا كان ثمة واحد وكان وزير الفلوس راه وزير برشة حاجات منه وزير الفلوس إذا كان ثمة واحد حقيقة يديه نظيفة وخرج من الدنيا من غير ما عنده استرق حتى مليه الحد سيبيان رشيد سفر وبرجيبة اللي خير مش من التهم فيهم لا يعني أقتلي ثم الأحياء قال لي جابون الجمهورية وقال لي خدموا مع رئيس الدولة لا يرحم سيحبي برجيبة المجاهد الأكبر وبناول الدولة الوطنية كي تجي يوم العيد الجمهورية يعني كأنما هو معناها نسيا منسيا يعني ثم ناس أحياء يعني الحيوهم شنو اللي مثلا ما كان يضر ننتهي يعني لو كان يسدعى سيد الرئيس كما سيد محمد الناصر كما سيد ريس جيجا كما الأحياء من الذين شاهموا في بناء الدولة الوطنية ويعمل لهم مفتور حتى كاسكروت همني بجد معناه زعم هذا الكل معناه مش لازم مفتور حتى قيوة حتى قيوة مجرد استقبالهم إكرام لشخصه وإكرام لبنات الدولة الوطنية هذا الكل قيم مشات نحاول أنا بش نحكي هذه القيم كل ما نجي بضيف لحقيقة نحاول بش نحكي على هذه القيم هذه الممارسات هالناس الذوم الوطنيين كيفاش بنائوا هالدولة كيفاش آمنوا ببناء تونس اللي كانت مزدهرة في وقت ما وكانت نموذج يحتدى به في العالم العربي والعالم الكل شكرا لك يعطيك صحة سحمادي بن جبل وحيش شكرا على حضورك شكرا لكم ناس الكل طبعتونا مازلنا متواصلين معاكم في ساعاتنا ثانية أقعدوا معنا